اشتركوا في القناة في المرات اللي فاتت خدنا التول بارس خدنا القوايم بتاعتنا خدنا الورد اوتلاينرز والبلايس بتاعنا و الورد سيتنج في سينيور انج اصام بيقول المهندس عمر انا المحاضرة رقم اربعة مش عارف توصده يا عصان بس خلاف بعد ما نكمل بس المحاضرة بتاعتنا طيب بنأكد تاني يا شباب ان الكورس دوت مش كورس انتيريور او اكستيريور او كورس جيم دوبولوب او كورس ايا كان رسمه او اسمه كورس ده كورس اساسيات انريل بمعنى عشان تفهم ان انريل بيفكر ازاي لازم تدرس زريره اساسياته الماتيريول بتاعته قائمة على ايه برمكته قائمة على ايه بعد كده تبدأ تخش بقى في الانتيريور بقى وقوانين الانتيريور والانتيريور كلاسيك وازاي تعمل اوبتوميزيشن والاكستيريور والقصة بقى بتاعت الرحلات التالية فالكورس ده هو البيزيك لكل الحاجات اللي فاتت طيب النهاردة هنتكلم على الماتيريول الماتيريول بتاعت الانريل من الاز الحاجات في ايه بقى او اللي قابلتني في ايه برنامج كان ليه؟ برنامج الانريل بيتميز بيه ان الماتيريول بتاعته بيكم لها حاجة اسمها قلنا ان الماتيريول الخاصة بيه الانريل ماتيريول قوية جدا 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 الاعتمادها على حاجتين الحاجة الاولى البيز وبنسميه ماستر ماتيريول دي البيز دي اللي انت بتبني فيها القاعدة بتاعت اي ماتيريول متل وود وما الى ذلك وبتاخد من الماستر ماتيريول ديت حاجة حاجة اسمه الانستنس هتقول لي بس الانستنس جوه الماكس او جوه اي برنامج تاني لو غيرت اي حاجة فيه يتغير في الاصل اقولك ما هنا اسمها انستنس عشان ايه؟ عشان تحمل حنسميها كده بلغة فكاهية جينات تحمل جينات الماستر ماتيريول بس في نفس الوقت الولد عمره ما يطلع شبه ابوه بنسبة 100% ما نخيله كبيرة مش عارف ايه كبير تمام؟ فهو ده الفرق ما بين الانستنس والماستر ماتيريول بلغة فكاهية بس عشان نفهم الانستنس هي child من الماستر ماتيريول بتحمل نفس جيناتها يعني نفس البراميترز بتاعتها ولكن ينفع تغير فيها واتطلعها اي حاجة انت عايزها خلاص؟ ده بلغة عادية خطس تعالوا بقى نطبق كده ونشوف الماستر ماتيريول بتاعتي والانستنس قبل ما نخش ونغوص جوه الماستر ماتيريول عشان نعمل ماتيريول كليك يمين من هنا ماتيريول شوفوا اسهل حاجة كليك يمين ماتيريول هنسميها ماستر ماتيريول خلاص؟ طيب الماستر ماتيريول لو دوسنا عليها اتنين كليك هيفتح لي حاجة بالشكل ده سفير نقدر من هنا تظهر الماتيريول بأي شكل انت عايزه انا شخصيا عاشق للبلان مفيش حد فينا مش عاشق على فكرة ليه البلان دي هنطفيها خالص بس خلينا نقول البالت دي اللي فيها النودز اللي انت بتستخدمها في عمل الماتيريول يعني خلاص لكن احنا بنعمل كليك يمين ونسرش على اللي احنا عايزين وهنا يعني خلاص فدي مخدم ساحة على الفاضي اللي وحش ده بيبين لك يعني الميموري واخدها قد ايه من التكتشور وما إلى ذلك برضو مش هتحتاجوها في البيسك طيب وعندنا البوكس لو انت عايزت تظهر تشوف يعني لو في البوكس هتبقى عامل ازاي واخيرا حبيبنا ده المش تقدر تعمل انسرت وتشوف المش من هنا هيبقى عامل ازاي تعملوا امبورت يعني من جوه من بره الانريل FBX جوه الانريل وتجيبه من هنا هو وما إلى ذلك طيب دي الوجهة بتاعتي بتاعة الفيو بتاع الماتيريول التحرك جوه كليك شمال زي ما تشافين نقدر نلف كليك يمين يزوم وانت مش محتاج حاجات اكتر من كده من هنا شو عايز تباين الـ background او تظهره الـ grid تباينها ولا تخفيها التحرك يعني تقدر تشوف الماتيريول لوحدها او ما إلى ذلك ولكن منصحكوش لان احنا مش محتاجين لدايا مجرد option بس حاطينه احنا لينا بـ الـ perspective view طبعا الـ top view مش عارف ايه عامل برضو مش هنحتاجه في الماتيريول بتاعنا وهنا برضو الـ frame per second برضو مش هنحتاجه في الماتيريول بتاعنا هم واخدين الـ viewport مقللين منه شفاية حاجات الـ viewport الخاص بالـ unreal وحطينه هنا نسيت اقولكو برضو على حاجة مهمة جدا ان اي نافذة داخل الـ unreal ينفع تسحبها كده وتحطها جنبك بقى الـ project بتاعك هنا وتقدر تباوب وتيجي الـ unreal هنا طيب كل ده احنا جوه الـ basic او الـ master material لازم نشوف يعني ايه master ويعني ايه instance كله نركز معا معنا كده هنحط تلاتة دوسوا رقم تلاتة من الكيبورد وانتو لسه دايسين عليها دوسوا click ايمين ونركز ايه في المحاضرة دي لانها مجعلصة شويه هنشرح ايه تلاتة دول وانشرح ونتكلم وتبقى حياتنا الستة بس تاتا تاتا بنتكلم دلوقتي الفرق ما بين الـ master material واللي بيحمل جيناتو اللي هو الـ instance تلاتة ثري فيكتور اللي هي الـ RGB او XYZ الشاهد هم ثري فيكتور هنتكلم دلوقتي هنحطوا بس في الـ base color الـ base color عندي زي وزي اي برنامج ولكن الاسماء هتلاقوها مختلفة فواحدة يقولي طب ايه الاسماء دي يقولك اه ما هي دي بقى اسماء الـ PBR او الـ physical based render الـ P عفوا الـ PBR خلاص اي برنامج PBR بيسمي الاسماء دي طيب نركز بقى مع بعض الـ base color عندي اللي هو الـ diffuse في اي برنامج تاني 3D الـ metallic و الـ specular الـ اتنين دول reflection ولكن واحد خاص بالـ metallic معروفة طبعا لسه ضيفينها في الـ V-ray قريب لما عرفوا اهميتها ولكن انا بديكم ده بنقول كده ليه عشان تعرفوا ان الـ physical based render اساس اي رندر واقعي الـ metallic من اسمها بتخلي الـ reflection زيادة وعميق زي ما هنشوف خلاص مش هسبكو كده يعني بحيث يظهر لك الحاجة مثل الـ specular اللمعة معروفة roughness مصطلح glassness the-emissive light material normal موجود جوال 3D لكن هنا ما بنستخدمش حاجة اسمال بمب ليه؟ لان هنا الـ normal هو معلش يعني معروف الواقعية جاي من normal لو انت عايز تعمل بمبات وكده الورد بوزيشن مش هتحتاجوها برضو في الأساسيات لكن هي ممكن نتكلم عليها بس مش الوقتي واحنا داخلين جوا تسليشن في المحاضرة دي الامبينت اكلوجين معروفة البيكسل ديبث افسد برضو لعلاقة بيعني لو عايز مثلا تعملوا حاجة في البوست بروسيس يعني برضو مور ادفانسد برضو مش هتحتاجوها طيب تعالوا بقى بدلا تعرفنا على النودس نتكلم على حاجة تاني انها لو دست على الوحش ده اهو تلعلي من هنا باراميتر خاصة به ماتيريال دومين نوع السورفز دوت اللي انت عايز تعمله هالخامة عادية ولا خامة شفافة ولا مش عارفيه سيبوكو برضو من كل الوحش ده خالص دلوقتي انا عامل ماتيريال مديها لون اول ما علمتي هنا جال لي هنا قائمة الديتيلز ما هو اي حاجة هنا لو انا دست على ده وجيت على قائمة الديتيلز هيجيب لي ده الرفليكشن قائمة الديتيلز قائمة الاوبشن بتاعت اي حاجة بقى عايزينها طيب وانا دست على الماتيريال جالي الديتيل بتاع الماتيريال طيب ادوس على النود الخاص باللون لو دست عليها حيطلع لك هنا الديتيل بتاعه زي ايه بالظبط جوه الماكس لو دوسنا M من الكيبورد هذه الماتيريال خدنا الفيري الماتيريال ولو جبنا الفيري كالر معرفش اسمه موجود الوقت بس بقاليه فترة كبيرة تقريبا يعني مش هتفرق احنا عايزين اي حاجة كده معرفش كان اسمها الفيري كالر ماشي الارجي بي وجينا وصلنا الارجي بي كالر بالفيوز المفروض تتوصل بس خلينا او اي حاجة انا عايز بس اي حاجة كالر كالر فاليو معرفش هي دي ماشي تمشي يعني وخلاص تمام النوت بتاعي ده كالر وصلته بالفيوز يعني بقوله حطلي في اللون الاساسي او الصورة الاساسية بصو حطلي لون فحطيت النوت ده جوه الفيوز بقى جده نفس الموضوع جوه الانريل ادي الماتيريال طبعا بنتحرك البان بي كليك يمين وادي النوت هاختار من هنا اي لون انا عايزه وليكن لون بينك اوكي لو دوسنا سيف وجينا على content browser وهنحط هنا مثلا خليها نفس الارضية دي الماتيريال عشان نعمل instance منه كليك يمين create material instance ندوس عليها وانسميها مثلا اي حاجة child مثلا عشان بس نشرح ادي ال child هاخد ال child هحطها هنا ليه لان ده الماستر material لا تزال هي الماستر الام او الاب ده اللي بيحمل جيناته طيب لو دوسنا تنكي لك عليه الله هافوان ده جاب لي وجهة تانية خالص ال child جاب لي وجهة تانية خالص بيقول لي ال parent هنسميها يعني زي ما تقوله اللي انت بتحمل جيناته must اسمه master material بس ما فيش اي جينات موجود ما فيش اي setting العب فيها اقول له طيب ادي اول setting هاخرجه لك هنقفل ده هقول له بص كليك يمين convert to parameter حولهو لي لايه parameter بلغتنا بقى اللي بتدحك دي انا نقول مثلا يعني بس عشان نفهم يعني قصة حولها لي للجينات مثلا خلاص convert to parameter وانا نسميها color save بالشكل دوت لو جيت دوست link كليك على child خلاص ادي ال child وانا ال child مديه لي ما تنسوش لي الوحش ده طلع لي قال لي خانة اسمها parameter group فيها vector parameter value ومعمول عليها uncheck يعني بيقول لي لحد دلوقتي الابن شبه الاب اقول لأ غير لي اللون الجين ده خليهولي ازرق بالشكل ده ان الماستر material حامل الجينات بتاعتي واقدر اطلع منه جينات اخدها جوه لتشايلد زي ما انتم شايفين نقدر نعمل حاجة تاني بص ونخليها مثلا child 2 نقفل child 1 ده خالص child 2 فتح لي نفس الموضوع قال لي على فكرة انا لسه ااخد صفات الاب ادي الماستر material ادي الى child 2 اقول له لا ما انت مش فاهم غير لي وخلي هالي صفات تانية وحط كده او خلينا ناخد clone وده هيعرفنا برضو على ازاي نعمل clone وعلم على x y z alt وامشي كده هيخد لكلون او copy لو دست وانا دايس على alt مع السهم دست معهم shift هامشي بالكاميرا عشان ارابلس الوحش بتاعي خلاص طيب وهنزل بالchild 2 هنا هو ده الفرق ما بين الماستر والانستنس في المateria الخاصة بي الانري يبقى الماستر material عبارة عن شيء بيحمل الصفات الparameters الخاصة اللي جوه اللي جوه المateria وانا بطلع له عن طريق اني بعمله انس بحول الحاجة عندي الparameter حلاص بياخدها الانستنس اللي هي ال child حلاص يا شباب بطلع من هنا بودي ال child جميل جدا كده زي الفل وقاعدة بتاعتنا زي الفل تعالوا بقى نخش في الماستر material ركزوا بقى معايا لان ده يوفر عليكم وقت طويل جدا الانريل بيتعامل بطريقة زكية جدا منها vectors ومنها colors بمعنى لو دوسنا على واحد من الكيبورد وكليك شمال هيجيب لك zero يعني one vector خلاص one vector لو دوسنا على اتنين ودوسنا هنا two vector لو دوسنا على تلاتة we هنا three vector لو دوسنا اربعة وكليك four vector بالراحة بقى كده واحدة واحدة علينا عشان انا مش فاهم ايتها حاجة بصوت عبدالسلام اسمويل عبدالفتاح القصري طيب معروف عندنا هنبدأ بقسها الحاجة معلش يعني هنخرق القاعدة شوية three vector عندنا ايه vectors في الحياة عندنا نوعين لو كان vector color هيبقى r g b طب لو كان direction هيبقى x y z ال r مرادة في x ال g مرادة في y ال b مرادة في z خلص الموضوع يا باشا يبقى دول يمشوا rgb ولو استخدمتهم في direction يمشوا x y z ادي زكاء الانري خلص الموضوع ادي خلص الموضوع نوضح ادي r g b لو جينا على three vector في قائمة detail ودوسنا constant هيقولك r g b لو قلنا r بواحد اصبح red هنحطه هنا بيقولي base color بتاعك red اقوله طب اقولك r zero خلاص يا باشا وخليلي b 1 اصبح blue اقوله طب بقولك b zero وخليلي g 1 اصبح green طب لو r 1 والgreen 1 والblue 1 اصبح white طب لو r zero والgreen zero والblue zero اصبح black black يبقى three vector طبعا عشان تقطع الconnection alt وتدوس هنا توصل الconnection كده تحول من connection لconnection تدوس control وتمسك دي كده تحطها في اي حتة تانية وصل كلام طيب يبقى عندي r g b اصبح three vector جواها r g لو احنا بنتكلم على الالوان ونفس الالوان دي تقدر تقوم بمقام تقدر تقوم بمقام ال vectors تقدر تقوم بمقام ال vector طيب ادي ال r g b ال three vector عندي ال two vector x و y وفي نفس الوقت r g r g طيب طيب ال one vector عبارة عن حكتين لو direction له x ولا y ولا g تاني ال one constant ده عدد لو تحط في color بصوا zero عدد واحد بس لو تحط في color بيديني gradient ولو تحط في direction بيقول لي لا اختر لي direction الاول ان كانت x ولا y ولا z وانا هحط لك العدد ده في x او ال y او z حلو الكلام تعالوا نوضح اكتر ال constant ده لو حطته في base color بصوا هو zero لو حطته هنا zero معروف black طب لو white طب لو point five هيبقى رو ماضي حلو كده يا شباب طب طب يبقى ال one vector او constant عدد لو حطته في color لو حطته في color حيديني from white او from black to white حلو الكلام لو حطته في displace direction على حسب ما اقوله اشتغلي في كذا وكذا وكذا هيعمله لي هيطلع لي اما ال x او y او z تمام يا شباب طيب عندي بعد كده two vectors معروفة و three vector وعندي four vector four vector هي three vector بس زيادة عليها a alpha زيادة عليها alpha طيب يبقى انا اقدر اني base color هخلي one vector احطه هنا وقوله بقولك ده يبقى white one لان عندي قاعدة بتقول اكيد يعني معظم كو عارفها القاعدة في colors معروفة zero equal black one equal white point five medium gray خلاص هنا بالارقام وصدها هنا يديني color بس gradient color طيب زي الفل انا قلت له كده بس قلت له بقولك ايه انت راجل master material زي الفل الجين دوت او البرامتر ده click mean convert parameter انا عايز الباقي كله ياخد منك لو سمحت واسميه gradient g color save تعالوا نشوف كله اصبح gray ليه في ايه تعالوا نفتح child one الابن الاول اللي هو كنت كنا عاملين وليه الديناه ليه الوحش ده اه هنلاقي اه اصلي مش مفاعل البرامتر الجين اللي جاي لي من الماستر هفاعله وقوله بقولك ايه بص خليه black او اقرب لل black خلاص يا عام اقول طيب اقوله طيب والchild two برضو لازم ينقوله نصيب من الموضوع دوت فهنخليه يعني black surf هذه zero حلو الكلام حلو الكلام تعالوا نخش بال master material حالت وندوس ده كده وانجيب three ثلاثة وندوس click ده three vector اقوله بقولك انت زي ما انت كده click email convert to parameter وانسمي color save واروح زي ما تشافين غير مفاعلين خالص هاروح هاروح ل child one كالعادة هقوله بقولك يا child one فعلي الجينات دي وخليها بقى بص بلتة الالوان طلعت لي بقى ل three vector rgb فهقدر اقوله بقولك ده ردي عمعلم خلص و child to هاروح اوه اوه يبقى هنا نصلا فعل الجين بتاعه مثلا البراميتر البراميتر يعني وخليه blue هولي طيب زي الفل زي الفل طيب هاخد عشان نفهم ادي constant one ودي two vector ودي three vector ودي four vector عندي هنا و هنستخدم اداة جميلة قوي في اداة التنظيم داخل سواء material او blueprint وهي تعلم على الحاجة بتاعتك دوس على c من الكيبورد وهتسميها ايه بقى بص color constant وبعد ما انت اهو هتيجي هنا عند comment color وهتخليه pink مثلا يبقى دول خاصين بكذا كذا تحطوهم بقى عندك في اي حاجة ممكن ترجع لهم تاني ممكن مش عارف ايه اهم موجودين طيب عندنا حاجات جميلة جدا كمان تعالوا الاول نجيب اي material عندي وليكن انا كنت مجهز دول ماشي او خلينا نجيب material من الانترنت وود مثلا مثلا يعني عشان بس نشوف هيبقى عامل معانا ازاي ادي الوود material لانا طبعا قدامي في الشاشة بتاعتي بس هنوريها لكم دلوقتي عاجي عن content browser google material طبعا انا اقوم وسقط فيها الوود بالشكل دوت ادي اتنين كلك عليها ادي حاجي عند material اسيبها هلاقي نود اسمه texture sample الله طب ما هي هي لو انت حضرك دص على حرف مثلا الت جاب لك texture sample او click mean texture sample زي الفل ادي texture بتاعتي عندك اكتر من حاجة عشان تشوف ها هنا تقدر تشبكها على طول بالنود وده هياخد وقت في التحميل زي متشايفين بصوا لو انا عملت كده بصوا ضلمت شوية بعد كده جت او click mean عليها وتجيب start previewing nude بيظهر لك النود فقط من غير اي حاجة حلو جدا click mean stop انا عندي ال الوحش ده خلينا نشبكها عادي وهحول click mean convert to parameter وهنسميها texture دلوقتي النود دوت الparameter هيروح لل child اللي انا اعملهم اهو automatic جمله زي ما تشايفين add child one والchild two وما الى ذلك ولكن الجميل اوي فيها ايه رضو بغلط بالبتاع ده طيب الجميل اوي ان ال child عندي بصوا ال child فيه texture اقدر اغير هنا في اي وقت خلاص وليكن تقدر مثلا تحمل مثلا خلوني مثلا اجيب اي صورة مثلا ادي صورة من content browser وجبت اي صورة حطتها هنا وهحطها هنا في child one ال child one اصبح فيه الصورة دي لكن child two زي ما هي واخد الجينات ومستني اغيرها ولا لا خلاص طيب هقفل الجيل رجع child one زي ما جميل جدا اول مشكلة بتقابلنا بقى بدأنا بقى في الغوص جوه الماتيريال اول مشكلة بتقابلنا مشكلة تايلينج هعمل ازاي التايلينج طيب هنخش طبعا جوه الماتيريال ونبدأ نتحرك جوه اول حاجة تقابلك هي T دوس T من الكيبورد عفوا 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 ال U من الكيبورد ال U اختصار UV مثلا خلاص ال U اللي هي texture coordinate لو انت وصلت دي كده ال U هيقولك ال U تايلينج A وال V تايلينج اللي هي الهوريزونطل والفيرتيكل لو انت خلت دي مثلا كده بصوا شوية هيبقى كده بصوا نزود بصوا بقى عامل ازاي هنا السهم الأصفر عشان ترجعوا اي قيمة في اي حتة في الانريل الى ما كانت عليه لو دست كده رجعوا لك بشكل وهكذا ال ونركز مع بعض عندي هنا قيمة وعندي هنا قيمة ال U وال V يعني الوحش ده جواه قيمتين رقم واحد U الHorizontal رقم اتنين ال V الVertical نركز جدا خلاص النود ده كواه حكتين طيب انا عايز اتحكم في ال X وال Y او زي ما هنقول كده اللي هو الHorizontal والVertical نتحكم فيهم ازاي عندك اكتر من طريقة الطريقة الاولى هي انك هتستخدم يعني هتزود الاتنين دول مع بعض عن طريق ايه الملتيبلاي هتستخدم حاجة اسمها ملتيبلاي الشكل دوت ولازم هنا قيمة عددية عايز اقول اعمل ملتيبلاي لل X وال Y بمقدار بمقدار قد كده فانا محتاج هنا عدد يتحكم لي شفته بصوا التكتشر كوردونايت جوه هنا مش فيه ايه مش فيه عدد 1 اهو خلاص 1 اهو وهنا 1 خلاص هنا في قيمة عددية طب ما عندي الone فيكتور الone فيكتور هو اللي بيقوم لي بالموضوع ده يبقى انا التكتشر كوردونايت عندي هنا عدد وعدد وعندي هنا قيمة عددية هقول بقولك multiply اعمل ريبليس القيم اللي جوه دي اللي اتنين مع بعض اربلس هم بعدد واحد يعني لو ده عشرة هيروح جوه الكوردونايت ده يخليه عشرة وده يخليه عشرة تعال نشوف زي ما تشافين بس ده انا عايز يتحكم لي في الـ برا click mean convert parameter وهنسميها UV full piling save ونيجي نفتح للـ حاجة الـ child 1 ده وات برضو نفس الموضوع باطل خبط في ال bar اللي فوق وزي ما تشافين عندي texture hot لعلي وعندي scalar parameter value هقول له طيب ده عايز اقبصه اكتر كده طب اقل كده طب ادي الود بتاعتي بالشكل ده عجباني كده ولا لا حلو الكلام يا شباب يبقى ده x و y مع بعض طب فيه هنا مشكلة افرد انا ال x مظبوط وال y هو اللي لا او افرد horizontal لوحده وال vertical لوحده اهو texture عايز اتحكم في القيبة دي لوحدها و القيبة دي لوحدها يقولك بص بقى يا باشر انت كده داخل على حاجة professional يعني هتقوله اه اقولك طيب فيش اي مشكلة خالص هتلغي multiply دي دلوقتي او هتخلي مكانها هتجيب parameter اسمه append append عندك اكتر من نوع هتجيب append vector الappend بقى بيعمل ايه كده و مع بعض كده تاتا تاتا وهنفهم ما فيش حاجة صعبة الappend مش ده نود واحد ليه مخرج واحد ده نود واحد جواه قيمتين او اكتر بس قيمتين اساسياتين اليه x y horizontal vertical ما عرفش مين بيقول احمد حسان بيقول من فضلك ادخل اسمك باللغة العربية مين قصدك مين ولا بتعمل اي ولا ما لين ما عرفش طيب اليو وي vertical يبقى دي قيمة وده قيمة تانية خالص الابند ليه مخرجين اهو يعني هياخد الone نود اللي جواه قيمتين ومخرج واحد يطلع هو لي بالقيمة دي وقيمة دي بمعنى بمعنى هنجيب الكوردنايت كده اليو اللي جواه الكوردنايت هيتحكم فيها الA والV اللي جواه الكوردنايت هيتحكم فيها الB ولكن لا يا زال السؤال دلوقتي ده مخرج واحد هنا عندي مدخلين ازاي المدخلين دول يعني هيرتبطوا بده مش فاهم القص اقولك لا سهلا خالص باستخدام حاجة اسمها ال-Add من اسمها Add خلاص هضيف هنضيف ايه القمتين اللي عندي هنا اللي هي ال-Horizontal وال-Vertical اللي جواه التكتشر كوردنايت هربلسهم مع ال-Append اللي هي تخش هنا وتخش تقرأ من جوا التو نودز اللي عندها تربلسهم بالتو براميتر اللي جواه التكتشر كوردنايت يعني ال-Append فيها A و-B ال-A هتخش جوا ال-Add وتتحول على كوردنايت تخش على أول براميتر لأن هي أول براميتر A يخش في ال-A هنا يعني اللي هي ال-U وال-B هتخش هنا وتخش في النود تقرأ ال-TU براميتر أو تاني براميتر عندي اللي هو ال-V جميل جداً جداً تعالوا شوف الكلام ده وقعي ولا خيالي طب هنا هنا قمتين أنا عايز ده يتحكم في العدد ده والتاني يتحكم خلاص عارفنا بقى constant ده هنسميه click منه clone بدل معم الواحد جديد عن طريق ctrl c ctrl v او تعلم عن نود وctrl w والماوس في اي حتة هيجيب لك اهو بالشكل ده ولازم تعيد تسميت وهيبقى v tiling بالشكل دوت وبعدين ده هيروح لل-U v في تكتشر وبعد كده تعلم على الوحوش دول c وهتسميهم u v tiling خلاص يبقى ده ال-U وده ال-V append وال-add زي من توني شايفين طيب عندي هنا tiling 0 0 لا هتحتاج ده تخلي 1 وده 1 بالشكل دوت و زي الفل هنحتاج طبعا دول خلاص كده save تماما شباب وهنطلع هنا content browser وتجيب ال-child وده برضو نفسي الحكاية بسحب البداع وده ال-child وتعالوا نفعل ال-2 ولو زودنا ده بصوا او قللناه ادي ال-tiling عفوا ال-transform بتاعنا ادي ال-tiling وده ال-tiling عملية الازاحة انا كده بزيح ال-v وبنزيح ال-y طيب ازاي بقى نعمل scale للوحش دوت انا عايز اعمل scale لل-x و-y اقول لك سهلة جدا نفس الموضوع بال-append ولكن بدل من استخدم ال-add بصوا ادي ال-multiply بالوحش ده كده save بالشكل ده هنقدر اللي انا هنا تقدر تعمل tiling scale لل-x و-tiling لل-y اما لو استخدمنا ال-add مكان المultiply وحطناه في ال-y و-v هيعمل لي ازاحة طبعا عايز استخدم دي وعايز استخدم دي يعني عايز تبقى ازاحة وفي نفس الوقت تبقى كذا هقول لك طيب ما فيش اي مشكلة ادي المultiply مع ال-append وهتاخد دول control c control v وعلى طول تسميهم offset u off وv off بال-append وهتستخدم ال-add بس المرة دي ال-add هتخرج من المultiply وال-b بتاعها هيخش في ال-append ال-offset وال-add هتشبك في ال-uv يعني دول هيكون tiling دول كده هيكون ده خلص مش عايزينه tiling ودول هنسميهم offset وتعالوا نشوف خلاص save نجيب ال-child وتعالوا نشوف ظهر لبارامتر u off اللي هو offset بصوا لو جيت هنا ادي ال-offset بيتحرك عادي خالص وفي نفس الوقت اقدر اعمله u-tiling ال-scale بتاع u وده ال-offset بتاع u ال-v تقدر offset وتقدر tiling جميل جدا بس ما لهم مش متنظمين انا عايزهم متنظموا انا عايز برضو اخلي ال-offset لوحد وليو لوحد بدل اخبطها الواحد مش ناقص عامع يعني طيب هناخد جيب ده شوش تالي هناخد ال-تنين دول اعلم عليهم وهتلاقي عندك هنا حاجة اسمها ال-group هتسميها u-v enter وهتاخد ال-تنين دول وال-group هتعلم كده وتسميه off enter وبعد كده save وتعالوا نشوف ادي ال-child بقى بقى عندي براميتر اسمه off وبراميتر اسمه u-v ولكن عندي ال-offset تحتيه التكتشر تحتي ال-u-v انا عايز ارفع ال-u-v اخليه فوق والتكتشر دي تحت بحيث البراميتر الخاصين بالتايل انجيبه فوق والتكتشر تبقى تحت اول عكس التكتشر تبقى فوق اعمل دي ازاي هقولك ولا تزعل سهلة جدا اول حاجة نشوف بس u و v طيب تمام بصوا بقى سيدي حاجة عند التكتشر عندك هنا اسمه sort هتخليه zero ونرقم الباقي ده هيبقى one sort عفوا الصورة تحت الgroup one بصوا one والبراميتر التاني اتنين التالت اللي هو u offset تلاتة ده اربع تعالوا نشوف بصوا هيتغير هنا على طول بصوا او ولكن لا يزال عندي يعني هو ترقملي ده تمام وده تمام ماشي ولكن لا تزال الصورة عندي رقم صفر طيب مافيش اي مشكلة تعالوا نخليها مثلا لو كانت number one لا تزال الصورة معرفش هي معلقة عندي ولا لو انا خليها رقم zero زي ما كانت ونقفل بس وي نولع وتاني نشوف كده ولا دي باج عندي معرفش ليه ما تحركتش بس ما علينا دي حركة التنظيم بنفس الطريقة بنفس الطريقة ديت طيب تعالوا عيد تاني كده برضو عملت شيك عندي ممكن هكون انا عملت حاجة غلط ولا حاجة الـ ممكن ما عملناش جروب يا شباب عشان كده لمؤخصة طلع زي الخبور في النص عنا نمسيك التكتشر ونخليها الجروب بتاعها تكتشر وتبقى zero هتبقى تكتشر فوق خالص و الـ يبقى تحتيها وما إلى ذلك مفروض كده يبقى تمام هذه الجروب و دول جروب offset طيب خلينا كده برضو لا تزال في النص طيب ماشي ممكن يكون باج أو او انا هعرف هالكو برضو ايه لعل لو أصلا ممكن اكون انا في حاجة سهية عنها يعني طيب تعالوا الحاجة تاني مهمة جدا جدا ندخل على المتاليك المتاليك عندي اللي هي الرفلكشن والسبكولر اللي هي خاصة برضو بالرفلكشن ولكن المتاليك بيخليلي الموضوع شبه مثل شبه مثل والسبكولر بيديني اللمعة بمعنى هجيب قيمة طبعا المفروض احط تكتشر او قيم زي ما اتفقنا زي ما ديمو كناحط قيمة او تكتشر جيب الكونستانت 1 من الكيبورد وادوس كليك بالشكل دوت واجيب كليك من كوفيرت باراميتور هنسميها رفلكشن وهنحط رفلكشن في المتاليك بالشكل دوت والسبكولر القيمة عندي زيرو مش مشكلة خالص سيف وانيجي هنا ونشغل ونشغل ال كونتنت براوزر كليك يمين بالشكل دوت هنلاقي الرفلكشن عندي او ولو زودت الرفلكشن بصوا اداني دبث عشان نكشف على الرفلكشن صح هندوس من قيمة اللت ونيجي على اللايتينج او ديتيال لايتينج بالشكل دوت او عشان يبقى اكتر هتجيب الرفلكشن بالشكل دوت طب ببعض مش حيبان لان دي خاص بالرفلكشن الخاص باللتش دي ار اي شو كلا الديتيال برضو مش حيبان هنا لو احنا جينا كده بصوا مثلا خليها عشان تبان وجينا فعلنا الوحش ده كده هتلاقوا الرفلكشن بتاعه زاد وحصل ديبث بصوا ايوه ايوه هي اللقطة دي حصل ديبث في الموضوع بصوا حصل كل ما زود بصوا كده الرفلكشن عادي بعد كده هيبدأ يحصل له ديبث من بوينت تو بصوا يبدأ في كنترست حتى يحصل في الالوان خلاص يا شباب طيب ايوه خلينا في الview ده كده جميل جدا نفس الموضوع ان احنا لو حطينا هنا كترول سي كترول في وهنسميه غلوس مثلا أو رافنس وتحطها في الرافنس وتدوس save بصوا بقى الرافلكشن اعمق ليه لو جينا هنا على child هتلاقوا ال glassless قيمتها صفر مفيش glassless لكن لو زودت هيبقى في glassless أو roughness بالشكل ده ولو خليتها صفر ولعبت في الرافلكشن بصوا هنا هيبان بقى depth بصوا بصوا هنا هيبان depth أكتر وأكتر أو هنا بصوا كده بقت مثل مثل كده أسطح رفلكشن ثانية واحدة يا شباب راجع لكم ثانية واحدة تمام عندي هنا زي ما تشايفين لما glassless صفر ابتدى يتضح لي depth بتاع رفلكشن أو ولو زودته على one زي ما تشايفين لو أكتر من one مالوش أي علاقة هو أعلى حاجة فيه one بالشكل دوت والسطح بتاعي زي ما شايفين بقى metallic بقى metallic الغلاس زي ما شايفين كده بصوا شبيه بالمثل بالزبط دي مش ألوان أو عمق سطح خشبي أو ما إلا ذلك وممكن تحطوا فيها أي صورة وليكن لو خدنا الصورة دي ctrl c ctrl v أو بصوا أقدر أخذ الصورة دي وأحطاها هنا في المثالك أو لكن تقدر تستخدم نفس الصورة وتحطاها في المثالك وي الـ 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 خلاص يا شباب بصوا بقت عاملة إزاي هنا إزاي هنا خلينا نشوفها فيه بصوا شباب تمام بصوا هيا حروس بصوا الحركة دي كده كده اهو ونقوله وانت برضه انا مش ناسيك multiply او m ويكليك عشان يجيب لي multiply واحطه في الرفلس واستخدم نفس الموضوع اقوله انت اتتحكم لي في القيمة دي بمقدار واخد دكة رسيك وترول في واغيره وحيبقى glassless مثلا او رفلس انا الى الان عفكرة باستخدم كلمة glassless واحطها هنا بالشكل ده ننظم بقى على طول حتى في جميع كورسات اقول يا جماعة تنظيم الشغل جوه الانريل يكد يكون شبيه بتنظيم الشغل شبيه بتنظيم التكنيك لو جينا هنا كده وده بصوا على طول نظم حياتك جوه الانريل عشان لما تغلط او محتاج ترجع تبقى عارف انت ده واقف فين وده واقف فين وبعد ما عملت كده ده كنت see اسمه glassness والاتنين دول بالشكل ده see الreflection يبقى انا عارف ده بتاع ايه وده بتاع ايه وتقدر تشده وما الى ذلك طيب حلو جدا جدا يبقى انا multiply رابلسلي يعني القيمة ديه تأثير القيمة ديه رابلسهولي multiply بحسب القيمة اللي انا هقول لك عليها هنا خلاص والقيمة ديه رابلسلي قوتها على حسب القوة اللي هوضحها لك هنا بالشكل ده تلو دوس save حلو الكلام ونجيب لتشايلد بتاعي وتعالوا نشوف كده القصة هتبقى عاملة معايا ازاي ادي الجلوسنس و ادي الرفلكشن الجلوسنس عندي هخليه صفر زي ما كان مفيش خالص عندي لا جلوسنس ولا رفلكشن هزود الرفلكشن بصوا الخامة اهي كله تمام و هنزود شوية الجلوسنس اهي حسيت ان الرفلكشن زيادة مع ان الرفلكشن مش بس الرفلكشن ده الرفلكشن بالخامة عن طريق التكتشر بصوا هتقلل بصوا اهو تقطر تقلل براحتك كده كويس والرفلكشن اظن انه ممكن يبقى كده بالشكل ده يعني لذيذ كده ممكن تقلل الرفلكشن شوية هنخليها مثلا point one جلوسنس هو الوحيد اللي ممكن يزيد عن one على حسب عرفك لكن ممكن نعمله كلامة يعني بس ما علينا بشي الوقتي بالشكل ده انا شايف يعني ان احنا ابتدينا اهو نقرب شوية زي ما انتم شايفين محتاج تقلل الرفلكشن اكتر بالشكل ده الجلوسنس محتاج تقل اكتر لو عايز يعني او تقطر عن كده بالشكل دوت طيب حلو الكلام تعالوا بقى لا استخدام النورمال ماب وما الى ذلك تعالوا كل ده هنشيله كده delete خلاص save وانيجي على content browser هنشيل ال child ده ولا ال child انا مش خلاص يعني مش عايزهم force delete انا يكفين المصر المتيريال البلاتي وبقى طلع منه اي child سعني عايزهم زي ما تشافين اتشال منهم ال او ده انا واخده كلون مش عايزه 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 رجع استقر على حاجة واحدة عندي المصر المتيريال دوت ودول برضو انا مش عايزهم خالص خلاص هنخش في ادي الوحش بتاعي واحد اتنين ثلاثة هسحبهم جوه الانريل ودلوقتي هنغوط 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 جوه الانريل في اكتر من باراميتر طبعن هو لسه بيدخط منهم ثلاثة كي ماشي جميل جدا هاخد واحد اتنين ثلاثة المصر المتيريال بتاعتي هنا هسحبه كده ادي جو مصر المتيريال جميل 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 ثلاثة تقدر تقول تقدر تقول تقدر تقول ممكن يمشي معانا الديس بلايس الديس بلايس ماب يقدر يمشي معانا حاجات كتير جدا ادي الوحش ده تماما يا شباب ادي ده وده يقدر يمشي معانا حاجات كتير تعالوا برضو عايز بس عشان ما تلخبطش ادي ادي وان تو ماشي زي الفل زي الفل جميل جدا هنقفل بس التكتشرز و ادي الوحش ده اول حاجة خلاص احنا ادينا خدت انا عايز ازبط التكتشر هشغل ده كده في البيز كالر وكلو اركز معايا لان احنا كده هنشرخ جوه اكتر عايز اول حاجة تايلينج يو وان ام ده بسميه كود السحر بتاع بداية التايلينج حلو الكلام ادي ده كده وده كده وده هنسميه فول تايلينج وايبقى وان حلو الكلام اوه ده الفول تايلينج اوه هيتشبك هنا بعد كده هسحب بس دي كده لان لسه في انا عايز اتحكم في ال اكس وال واي والزي والاوفست لكن في الاخر التايلينج الكامل طيب الاوفست هاخد من هنا مولتيبلاي رابلسلي القيم اللي خارجالك من التكتشر كوردينيت الى أبند اه لا ده أبند ميني سيبه ده خاص بالتشانلز ماشي أبند فيكتور وهاجيب واحد انتر واحد كليك واحد كليك ده هنسمي كليكي مين يو طايلينج وخلي وان وده هيبقى الـ ويبقى ويبقى الـ الـ و الملتيبلاي طيب ما هو كده انا محتاج حاجة كمان اللي هي ايه الاد ايه من الكيبورد وادوس كليك عشان اعمل الافست بالمرة هاخد دول كليك مع الابند كترول c كترول v واوصلهم هنا وأغير ده هيبقى ال u افست وده هيبقى ال v من هنا كده offset وبعد كده هيتوصل بالملتيبلاي لازم طبعا زي ما احنا كنا متفقين ال full tiling وده لازم اخلي بالي من تنظيم الكود بتاعي او ال blue print او 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 ده هيبقى ال offset وده هيبقى tiling وده هيبقى اي حاجة بقى زي براحته يعني سيبوه زي ما هو وحيد كده طيب التكتشر بتاعتي برضو click mean convert to parameter عشان اقدر ارابلسها باي تكتشر تاني يبقى اسميها تكتشر تمام كده يا شباب طيب طيب بقى نلعب ما لسه ما لعب لسه ما خلصش بصراحة طيب انا محتاج التكتشر دي اغير برضو التون بتاعها خلي اصفر اه حجارة على احمر شوية بضغط زرار حدوس multiply rapidly طبعا باللغة بتاعتنا ولا فهي برمجية بحوار تاني يعني لازم بقى نجيب حاجة اسمها debug skiller parameter عشان تشوفوا الملتيبلاي دي بتعمل ايه وقليكي منكم وstart preview عشان يطلع لنا الملتيبلاي بيعمل ايه فاحنا مثلا هنقوله مثلا بالشكل ده لو القيمة الاولى وقيمة التانية مثلا multiply هتساوي هيقولك كذا كذا ايه انا عرفت الملتيبلاي بيعمل تضعيف للقيم دي دي عكس الباور لو انا جبت مثلا الباور بس انا مش عارس دخلكوا في كل ده لان انتوا لسه في الاساسيات دي الباور لو انا جبت الباور باور 2 في 2 هيبقى كذا طب لو قلت له بقولك طب باور 8 في 2 هايقولك 64 اه فهمنا ان الباور بيعمل ملتيبلاي لعدد ايه قصة بتاعتني لكن انا مش عايز بس ادخلكوا فيه الهلمة دي كلها فبنتكلم بصيغ خفيفة خامس الملتيبلاي عربلس القيمة دي بايه لو بعدد زي ما انا هعمل دلوقتي كده يبقى دي يبقى دي كمية وضوح الصورة من ناحية التفتيح وغيره يعني مثلا ده كده صفر بصوا الصورة عاملة ازاي طب لو وان طبع لازم يا اما اوصل دي او كليك مين ستارت بريفيو بصوا لو وان هتبقى عاملة ازاي طب بصوا لو 15 هتبقى عاملالي ازاي بصوا الصورة الحقيقية عاملة ازاي التون بتاعها وبصوا بقت عاملة ازاي طب لو ملتيبلاي زيرو بصوا مفيش طب ملتيبلاي وان يبقى دي بتتحكم لي في ايه في الصورة في التفتيح وما الى ذلك شبه عملية كونتراست وشبيهة بيه لو استخدام نوت باور ولكن الباور ليه خصائص وده ليه خصائص برضو مش هنخش ولكن انا عايز اقوله رابلس هالي مش قيمة رابلس هالي بلون ثري فيكتور ار جي بي ووصلهم هنا وان عامل بريفيو بصوا اسود خلاص هيرابلس لي البتاع دي باسود اقوله لا يا عم مش كده يعني طب لو احمر خلها لي احمر يبقى هو ده اللي انا عايزه هنرجع القيم زي ما كانت بس يخليها ابيض الار بون والجي بون والبي بون واخد الملتيبلاي في البيز كالر بالشكل دوت زي ما انتم شايفين الصورة هي هي ما تغيرتش خالص ودي هنسمي كليك يمين واسميها color overlay يبقى ده كده color overlay والتكتشر يبقى انا اتحكمت في tiling الخاص بالx والy الoffset الخاص بالx والy الفول tiling وتحكمت كمان في اللون وتقدر بعد كده استخدم power واقول له texture intensity texture intensity وتبقى بصوا جابها لي ايه فاضي ما فيش intensity لكن لما اقول له 1 جابها لي زي ما انتم شايفين بالظبط بصوا لو خلىها لي مثلا 5 عملية contrast بقت شديدة اوي خمسة شديدة اوي فدي هسميها 2 بقى في contrast للصورة بلاش دي انا مش محتاجها ان الصورة يبقى في كنترست صورة بتاعتي جميلة وندوس save بالشكل ده انا بقى لي قد ايه مش عارف بقى لنا قد ايه اه ساعة و 3 دقائق طيب ممكن بقى نقسم بقى الماتيريال اكتر من كده لكن خلينا على اقل نكمل بس الحتة دي بقى انا التايلنج بتاعي اعملت ال x y tiling ال x y offset وال full tiling وكمان اتحكمت في لونها وحطلع ده لتشايلد تعالوا بقى كده ال instans ادي الماستر ماتيريال كليكي من create instans واسميها rock material وسقط ال rock material اللي هي ال instans ابن اللي حامل جينات الوحش ده هنا بالشكل ده وطبعا التايلنج مش عجبني ولا كذا عجبني فهبدأ ادوس link كليك عليها ويلا بينا نغير بقى اي حاجة احنا عايزينها اه ده الوحش بتاعي اهوت اه التايلنج طبعا مش متنظامين عرفنا زين نظامهم تعالوا ننظم دلوقتي اهو يلا بينا تعالوا ننظم حبدأ من الـ X و Y و Z دول حيبقوا في جروب اسمه تايلينج عفوا في أنا بكتب تايلينج خلاص دول في جروب التايلينج دول في جروب تايلينج برضو ماشي مش مشكلة وده في التايلينج لأنه طبعا الـ X و Y و Z ولكن الترتيب أنا عايز الفول رقم واحد يبقى ده يبقى صفر اللي هي الـ Sort صفر وابدأ بيه ده ترتيبه بعديه واحد اثنين ثلاثة أربعة وبعد كده الوحش ده زي ما هو ممكن وبعد كده ده خمسة وممكن ده تبقى ستة عادي يعني دي هتبقى في تيكتشر وتبقى ستة أنا عارف ان ليه علاقة برضو بالألفابات بس يعني ماشي سعيب وتعالوا نشوف من هنا اهي التكتشر فوق لوحدها وي اه يبقى التاني كان معلق معنا زي ما احنا قلنا والتايلينج ادي الفول تايلينج اليو وما إلى ذلك الفول X و Y مع بعض خلاص يا شباب زي ما انتم شايفين اليو والفي تايلينج اقدر ازود في اليوم او اقلل او الفي نفس الحكاية خلاص يا شباب ارجعهم زي ما كانوا عشان يبان او افست خلينا ارجع اخلي دي مثلا 0.5 في 0.5 مثلا او دي مثلا تبقى ماشي 0.01 0.01 و الافست نمشيها كده ولا كده في الهوريزونطل او الوريزونطل او الوريزونطل كده ولا كده مش بس كده اقدر اتحكم في اللون يعني خلي دي مثلا 0.05 في 0.05 عشان بس نعرف نشوف كويس يعني بالشكل اللي انتو شايفين وده واقدر اخلي لونها على ايه بقى اغمق شوية على بصوا بيج شوية دي مثلا لو هي في صحرا زي ما انتو شايفين درجة البيج عايزها تبقى ايه لو هي تحت البحر بقى تبقى يعني على حسب اللون التون اللي انتو بتلعبوا فيه زي ما انتو شايفين و مش هقدر اطول عليكو اكتر من كده بس لسه في حاجات ما شاء الله لسه اخدناش المسكات واستخدام الكنستانت اللي هي ثري فيكتر والفور فيكتر والتو فيكتر فيه الـ X والY والZ زي ما استخدمناها في الألوان مرة بطناش النورمل ولكن مش هسيبكو كده لازم نعمل حاجة معلش هتطوله بقى معايا شوية لازم على الأقل أوريكو لان سهل لما سألت ولكن النورمل هي التريك فمعلش مش هسيبكو كده النورمل ماب قبل ما اختم معلش النورمل ماب نفس واخد النورمل ماب الـ UV لازم يكون ماشي معادي فهاخد نفس الملتبلاي في الـ UV ده يعيني يا الجمال خلال تمام و هنستخدم حاجة اسمها الفلاتن نورمل خلاص ده عشان نتحكم في شدة النورمل هحط ده هنا ونحط قيمة عددي أنا عايزها تبقى قوة واحد قوة اثنين قوة ثلاثة بالشكل ده convert parameter ونسميها normal intensity ويبقى مثلا default 1 طيب وبعد كده هاخد النورمل هحطها فيه النورمل بالشكل ده الجروب بتاع النورمل ماب عايزه يكون اسمه نورمل مثلا خلاص ودوس save تعال نشوف حيبقى عامل ازاي ما عايزه بقى عندي برت بالشكل ده بصوا قادي النورمل له فوق طبعا لاننا مش مرتبه لو رتبته المفروض ينزل تحت يعني اخر حاجة دواني ننادر خمسة ستة سبعة وده المفروض يبقى تمانية فلو جيت مثلا عن normal intensity هخليه رقم تمانية بالشكل ده و save المفروض ينزل لتحت معرفة شوه برضو فوق نقق عشان ال الالفا ال ABC يعني طيب ماشي ماشي شغال هزود normal زي ما انتو شايفين هنقلل normal ده عفوا نعكس normal بال minus نزود normal زي ما انتو شايفين بالشكل ده خلاص طبعا هي الخامة مش لسه مش reality لسه مش ماشتغلناش في glossiness أو tessellation ولكن normal تقدروا تزودوه من هنا بالشكل ده تمام يا شباب و بس كده خلاص اعتبر اهم الحاجات click c من keyboard و تدوسه normal وتقدروا كمان تتلونه عشان يبقى كل حاجة بين blue بس كده و كله كده بقى تمام التمام بس وكده خلصت كما معكم عمر الشريف سرور شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا